منذ انتهاء الهدنة مطلع اكتوبر الماضي صعدت ميليشي الحوثي هجماتها على الأعيان المدنية والمنشآت النفطية إضافة إلى تصعيدها في عدد من جبهات القتال داخل حدود اليمن يوم أمس الجمعة قتلت ميليشي الحوثي مدنيين داخل مسجد في مديرية حيس وأصابت خمسة آخرين بجروح جراء قصف بطائرة مسيرة سلطات المحافظة قالت إن طائرة مسيرة تتبع ميليشي الحوثي قصفت مسجد الرون أثناء صلاة الجمعة نحن الآن هذه القريمة الثانية نستهدف من طيران الميليشيات الإجرامية الحوثية في قرية الرون أول استهدفوا منزل مواطنين واليوم يستهدفوا الجامع وهم يصلون ويؤدون شعائر الجمعة في مأرب أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة مقتل عدد من جنوده ومسلحين من ميليشي الحوثي إثر معارك شريسة بين الطرفين بالمحافظة فيما وصف بأعنف هجوم من انتهاء الهدنة موقع سبتمبر نت الناطق باسم وزارة الدفاع قال إن قوات الجيش خاضت معارك شريسة خلال الساعات الماضية صدت خلالها محاولات هجومية للميليشيا في مأرب مشيرا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا بينهم قائد المجموعة الحوثية وجرح آخرين في الظالع أعلنت وزارة الداخلية إصابة جندييني في هجوم حوثي بطائرة مسيرة استهدفت موقعا عسكريا في جبهة حجر وقبل أيام أعلنت الوزارة ذاتها مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بواسطة طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا على موقع الجب العسكري بالمحافظة وخلال المدة الماضية نفذت ميليشيا الحوثي عمليات هجومية استهدفت مواقع نفطية في الأراضي اليمنية منها موانئ الضبة ونشيمة وقنة نفطية في محافظتي حضر موت وشبوة وكانت قد لوحت حين انتهاء الهدنة باستهداف منشآت نفطية في السعودية والإمارات